هكذا تبدو الأجواء بمحطة النقل البري بالخربة بالعاصمة الحركية تبدو ضائلة عشية عيد الفطر شركة تسيير واستغلال المحطات البرية وضعت برنامجا استثنائيا لتسيير وضمان الخدمة في هذه المناسبة لدي درني جور هادو دون كونا مي أدسپوزيشن دي واياجور دي بوز سوپلمنتر إيسا ومكولابوراسي مع مديريات النقل على مختلف الولايات في مختلف الولايات لبرمي جور تالعيد ميكونش فيها حركة المواطن ولا الشعب الجزائري ميتحركش بزا في أول أيام العيد وصورتوحنا لقاروتير سي لنتر ولاية وفي ثاني أيام العيد تكونش فيها حركة في الولايات المجاورة منصة إلكترونية جديدة تم إطلاقها لتوفير برامج الرحلات نحو كل الولايات هذا ما سيسهل على المسافرين معرفة توقيت رحلاتهم بشكل آني وتفادي الانتظار المطول بالمحطة وإن المواطن باش ما يكونش عاناء تنقل إلى المحطات البرية يقدر في الوقت الآن يتصفح لونون بردو ديبار وش مديبار ليه ومفتوح عدد الأماكن المتاحة في الأيام الأخيرة من رمضان عرفت شبابيكو الحجزي أيضا بعض الضغط ما يجعل عملية الحصول على التذاكر قد تستغرق وقتا أكثر من المعتاد توفير الخدمة للمسافرين وتكييفها مع الحالة الوبائية سيتجسد أكثر ضمن الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها شركة سوغرال بهدف تجنب الاكتظاظ أمام الأكشاك وسماح بالإطلاع المسبق على برامج الرحلات اشتركوا في القناة